عيون العراقيين لا تزال ترقب خفاضاً ولو طفيفاً بأسعار السلع والمنتجات بعد قرار الحكومة فتح باب استيراد المواد الغذائية كافة لمدة ثلاثة أشهر قرار تقول الحكومة إنه لحماية الأمن الغذائي الذي تدهور بشكل كبير لا سيما مع تفاقم الحرب في أوكرانيا وارتفاع الطلب العالمي على القمح الذي لا يغطي المخزون منه في العراق سوى ثلاثة أشهر فقط تم السماح لوزارة التجارة لاستيراد الحنطة بسقف لا يتجاوز الثلاثة ملايين طن كذلك تصفير الرسوم القمرقية على المواد الغذائية والإنشائية والأدوية تدهور الأوضاع الاقتصادية تؤكد لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابي السابقة أن أسبابه تعود لسوء إدارة الحكومات المتعاقبة للملف الاقتصادي بسبب هيمنة الأحزاب على الوزارات المعنية بأمن المواطن الغذائي من جانبهم يؤكد خبراء اقتصاديون أن الترك الفلاح يواجه مصيره وحيدا وعدم تزديد مستحقاته استنزف القطاع الزراعي فضلا عن ضعف حماية الأراضي والتي تعرضت لعمليات إحراق ممنهجة بغرض إفشال جهود العراق للوصول إلى الاتفاء الذاتي فضلا عن أزمة المياه التي شهدت تفريطا بحقوق البلاد المائية ومع عودة فتح باب الاستيراد يرى الفلاحون ومربوط دواجن والأسماك وغيرهم أنفسهم مهددين لا سيما مع توقي الأحزاب ومن يقف وراءها لهذا القرار الذي يغذي الصادرات لدولة بعينها كما وينشط العائدات من المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها لا سيما مع تصفير الحكومة الضرائب على المنتجات الغذائية والزراعية المستوردة في مقابل ذلك لا يزال العراقيون وخصوصا طبقة الفقراء والعاطلون عن العمل ينظرون بعين الشك إلى قرارات الحكومة لدعمهم لا سيما بما يتعلق بالبطاقة التموينية تلك التي أنقذت العراقيين خلال فترة الحصار بينما تعجز الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 بتنظيم العمل فيها رغم الإمكانيات المالية الهائلة ما يترك البلاد على شفا مجاعة يفاقمها جفاف وصيف قادم لا يرحم